اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هاليوم محاضرتنا رح نتناولها بعد ما تناولنا المعاكسات حبيت اسوي لكم اختبار المعاكسات حتى تكونون على تواصل مع المادة هذا السؤال صيغة السؤال الترتيبه نفس صيغة الوزاري يأتي بالسؤال الرابع فرع A فرع B فكرة حظ هالي السؤال على سبيل المثال جيد عكسها سيئ شين المعاكس مالات المناسب؟ تكتبونا تلاحظون هنانا علامة X دليل على انه هاي الكلمة معاكسة للاخرى زين هنا ليش ما كتب X هنا هم نفس الشي هنا هم نفس الشي هنا هم هنا هم نفس الشي هنا هم هنا أوقات بالوزاري يجيب لكم هاي الصيغة يعني كلمة ومعاكسة بيناتهم علامة X حتى تبين انه الكلمة معاكسة للاخرى و مرة لا يخلي فارزة كذلك هاي الكلمة هم معاكسة للاخرى لكن انتو اذا ما تعرفون لابد انه تميزون من خلال المعنى مثل Old New قديم جديد Old Fashion هنا Old تختلف عن Old Fashion Old Fashion Old Fashion معناته قديم طراز قديم شن المعاكس مالته شوفوا شوفوا بالفيديو اللي نشرته ما المعاكسات هاذ السؤال التي تحلونه لابد ان تشوفون الفيديو اللي موجود رح اخليلكم وياه بخانة الوصف فيديو اللي يتناول موضوع المعاكسات نأتي الى موضوعنا الاساسي وهو القواعد grammar قواعد الوحدة الاولى زمن المضارع البسيط اول ملاحظة فهذا زمن المضارع البسيط هو زمن يستخدم التعبير عن اشياء نقوم بها بصورة متكررة يعني هاي الأعمال اللي نقوم بها بالحياة اليومية نأكل نشرب نلعب ندرس ننام نذهب الى العمل نتكلم نتحدث وما على ذلك كل الأشياء اللي نقوم بها بالحياة اليومية هم يحتبر مضارع بسيط هنا اول شيء لا بد ان نتحفظون هذه الكلمات حتى تميزون هذا الزمن عن غيره من الأزمنة تميزون زمن المضارع البسيط عن غيره من الأزمنة لأنه كما معروف لدينا زمن الماضي البسيط زمن المضارع البسيط زمن المستقبل البسيط زمن التام البسيط وكذلك هذه لازم نأكلهم بها زمن مستمر يعني زمن مضارع مستمر زمن المستقبل مستمر زمن تام مستمر زمن ماضي مستمر هل ما نميز عن زمن عن كل زمن حتى من تجي لي بلسهلة الوزارية منحل هذه النقطة إنه واثق من نفسي هذه النقطة تعود لكذا زمن لابد من خلال كلمات لدلال زمنية هذه بحالة أنه لا أعرف ترجم ولا أعرف المعنى أما لا مثلا متمكن من اللغة لا أحتاج لهذا الشيء هذه الكلمات Every day Every day وتعني كل يوم Usually عادة Always دائما Sometimes Sometimes أحيانا Often غالبا Never أبدا هذه الكلمات عادة ما تأتي في زمن المضارع الوسيط جيد بعد ما تناولنا هذه الكلمات مهمة جدا كتبوها كملاحظة أولى الملاحظة الثانية ما أنه زمن المضارع فعل المضارع احتياد سوف نتناول الفعل المضارع هنا ما تناول الفعل الماضي لأنه كمعروف لدينا فعل مضارع و فعل ماضي الفعل المضارع له ثلاث أشكال هذا أشكال الفعل المضارع يعني كلمة play هي فعل مضارع plays فعل مضارع playing فعل مضارع هذه الخانة الأولى يسمى فعل مصدري جاء يشوفون خالي من أي إضافة ما بكل إضافة بينما هنا الخانة الثانية فعل منتهي بS هذه الأس يسمونها أس الشخص الثالث الخانة الأخيرة وهو فعل منتهي بING هذه الإضافات ما أجد حبثان كل إضافة نضيفها للفعل رح تطير من معناه وكذلك من استخدامه هنا أنا بهذا الزمن ماضي زمن المضارع البسيط الفعل اللي ينتهي بING ما رح أستخدمه ما رح يهمني رح يهمني هذين الشكلين الفعل المصدري والفعل اللي ينتهي بأس الشخص الثالث لأن هاي الخانة الأولى الفعل المجرد أستخدمه عادة ما يستخدم مع الجمع ليهو المتحدث عندما يكون بصيغة جمع أما الفعل اللي ينتهي بأس فهو يستخدم مع المتحدث عندما يكون مفرد على سبيل المثال أو الفاعل المفرد هي هو هي بليز علي مفرد علي بليز مهدي بليز عمر بليز آمنة بليز وما إلى ذلك الأسماء المفردة هاي أول ملاحظة لدينا ثلاث أشكال للفعل المضارع شكل مصدري شكل ينتهي بأس يسمونه أس الشخص الثالث شكل ينتهي بآي أنجي وهنا يستخدم في زمن مضارع المستمر الشكل الماضي الشكل الماضي يستخدم في زمن الماضي إن شاء الله بتناول الفعل الماضي إن شاء الله بتناول الزمن الماضي البسيط رح نرجع لهذا الجدول وندرس خصائص تحويل الفعل من مضارع إلى ماضي شنية التحويلات شم طريقة وما إلى ذلك مدلاء لهذا الزمن وكذلك شنية فعل مضارع بشم شكل ملاحظتنا الأساسية زمن المضارع البسيط لدي ثلاث حالات حالة السؤال question الأولى حالة الإثبات affirmative الثانية الحالة الأخيرة negative النفي هذه هي مهمة بالوزارة لأن هذا هو المطلوب يطلب منكم يطيقكم جملة تحولونها إلى question يعني تحولونها إلى سؤال ما تعرفون تحولونها إلى السؤال إلا إلا تحفظون هذه الملاحظات والعكس بالعكس إذا جاءت لكم مثلا جملة في حالة السؤال يريدكم تحولونها إلى إثبات يعني إجابة لهذا السؤال ما تعرفون تحولونها إذا ما تحفظون هذه الملاحظات وهذا الأمر ينطلق كذلك على اللفي إذا جاءت للجملة مثلا affirmative إثبات أو حالة السؤال ورد من عدي أن أحولها إلى negative منطيني أخير بالجملة منطيني بالأخير negative ما أعرف شون أحولها لا أحفظ هذه الملاحظات أولا حالة السؤال question هنا يجب استخدام الفعلين do و does في بداية الجملة هنا لديه فعليا do و does أجيب أن أخليهم في بداية الجملة كما تلاحظون هذه الأمثلة كما تلاحظون هذه الأمثلة لكن ما أكون مو عبثا أجي أستخدمها do لها استخدام و does لها استخدام جيد ال do نستخدمها مع you وال I وال they وال we والإسم الجمع لنأخذ مثال تلاحظون هذا المثال do you do you go to school هل تذهب إلى المدرسة لاحظوا do you do you go to school هل تذهب إلى المدرسة سؤال نسأل الشخص ما do you go to school هل تذهب إلى المدرسة do you go to cinema هل تذهب إلى السينما do you go to mall هل تذهب إلى المال وما إلى ذلك .. with does سإستخدم هه وال she وال IT والإسم المفرد كما هل تلاحظوا هذا المثال does he لا Él لا أجب إلى do he لا لن يحدث Его هل تذهب إلى المدرسة tại سؤال هذا لماذا لأن المتكلم المفرد هي هو كذلك بتنسبة الشي والإت والاسم المفرد كذلك إذا استخدمنا do das في بداية الجملة لازم أن نخلي الفعل مصدري خالي من الإضافة هذا الفعل اللي خذيناه بالخانة الأولى يعني الفعل خالي من إضافة لا bing ولا bs وكذلك مو فعل ماضي فعل مضارع مصدري جيد ما قلت do you gass لا do you go ولا قلت does he gass أبدا does he go حساب العموم الملاحظات المتعلقة هنا في حالة السؤال عندنا do does نخليهم في بداية الجملة do لها استخدامها does لها استخدامها مع ذلك أنه نخلي الفعل مصدري خالي من أي إضافة تمام هس أجي الحالة الإثبات حالة الإثبات أسعد مو سؤال أنا أسأل الآخرين do you go to school هل تذهبي للمدرسة أسأل أي شخص أقول لي do you go to school حالة الإثبات يعني يجاوبني بإثبات يعني قل لي تمام أنا أروح للمدرسة ووقاتين في هذا الشيء قل لي أنا أروح للمدرسة خلنتعلمي شون رح نثبت هذا الشيء بأنه نعرف أنه المقابل رح يذهب للمدرسة عندما نسئ له حالة إثبات أو متأكدين من عده قبل هذا الشيء خلن نشوف الملاحظات هنا كل ما عليك استخدام فعل مجرد مصدري فقط الفعل المجرد اللي يخذيناه بالخانة الأولى كل ما عليكم أنه تستخدموا فعل مصدري فقط فعل مصدر مجرد اللي يسموناه مصدري خالبني إضافة لكن إذا كان المتحدث أي الفاعل مفرد ملاحظة إذا كان المتحدث أي الفاعل مفرد يجب إضافة S للفعل المصدري جيد هسا حدنا الملاحظة شين هنانا؟ الملاحظة إذا كان عندي الفاعل مفرد لا بد أن أضيف S الشخص الثالث علما إلى الفعل المجرد بالجدول بالخانة الثانية لنأخذ هذه الأمثلة لاحظوا في حلم مصدري I go to school every day وهنا أنا استخدمت go ما استخدمت gas في علم أنت ما أخذ S الشخص الثالث لأنه نمتحدث جمع I لنت إلى الجملة الثانية Yes He usually gas To school He usually gas لاحظوا He usually gas ضفنا S الشخص الثالث وهي تطبيقا لهذه القاعدة اللي يشنع عند الفاعل مفرد أخذ S الشخص الثالث هذا بالحقيقة هذه إجابات لهذه الأسئلة Do you go to school? Yes, I go to school نعم أنا أذهب إلى المدرسة Does he go to school? لما أنه أنا عندي الجاية يتحدثي أو الجاية غصته هو مفرد فلابد بالإجابة يأخذ S الشخص الثالث هي فقط بس هذه الملاحظة Does he go to school? هل يذهب إلى المدرسة? Yes بمعنى نعم هو يروح للمدرسة He usually gas ضفنا S الشخص الثالث للفعل لنأتي إلى حالة النفي لنأتي إلى حالة النفي طبعاً أعتذر الكتاب اللي شوية مرتفع فول هذي هنا الباور بوينت ومشاكلة على الهاتف فلذلك هيتش يتظهر صوته نكتب في حالة النفي هنا يجب استخدام Don't و Doesn't للنفي يعني عندنا فعليا Don't وعدنا Doesn't وقبل لا نأخذ هذه الملاحظة إذا ترجعون وشوفون Don't إذا شوفون هنا Don't إذا شوفونها Do مع ال-U وال-They وال-We والإسم الجمع وال-Does مع ال-He وال-She وال-It هنا نفس الشي الأمر ينطبخ كذلك نفس هذا الإسلوب Don't نستخدمها مع ال-U وال-I وال-They وال-We والإسم الجمع Doesn't مع ال-He وال-She وال-It والإسم المفرد كما تلاحظون هنا أنا No, I don't go to school كأنما هذا نفي للذهاب إلى المدرسة وهذا إثبات للذهاب إلى المدرسة No, I don't لاحظوا I don't I don't go to school أنا لا أذهب إلى المدرسة No, He doesn't لاحظوا استخدمنا doesn't لين عندي He doesn't go to school كأنما هاي إجابة لهذا السؤال Does he go to school? No, He doesn't go to school إنه لا يذهب إلى المدرسة بالمجمل لدينا ملاحظات عامة هنا بهذا الزمن ملاحظات تخص حالة السؤال وهو استخدام do-das في بداية الجملة مع استخدام فعل مصدري واستخدام فعل مجرد لكن هذا الفعل المجرد يأخذ أس الشخصتات إلى كان أدنى المتحدث مفرد مع ال-He وال-She وال-It والإسم المفرد أما بالنفي فيجب استخدام don't و doesn't بعد الفاعل ونستخدم don't مع الجمع و doesn't مع المفرد وكذلك هنا لازم أن نستخدم فعل مجرد مصدري خالي من أي إضافة يعني don't و doesn't سواء أتت في حالة السؤال أو في النفي نستخدم بعدها فعل مصدري لنأخذ أمثلة أكثر حتى نعلمكم مش شون تعرفون تحولون بين هذه الحالات لنأتي إلى حالتنا الأولى حالة السؤال do you go to mall هل تذهبي للمال أريد أحول هذه الجملة إلى إثبات أريد أقول أنا أروح للمال شا جاوب لاحظوا شا راح أسوي راح أحذف do واكتب مكان yes لأن أثبات عندي أنا أحذف do واكتب مكان yes جيد أنا أحذف do كتبت هنا مكان yes أحول the u إلى i حولنا the u إلى i هنا أنا عندنا do you صارت عندنا yes i لاحظوا التحويل أحذف أداة السؤال وخلنا نقطب مكان صار إثبات do you go to mall yes i go to mall do you go to mall yes i go to mall أريد أين فيه أقول أنا ما أروح للمال do you go to mall أحذف do وخلنا مكان هنا no خلنا مكان هنا no أحول the u إلى i صارت شنو no i بما أنه عندنا i جمع إيش نفسنا نخدم لdon't مو doesn't جيد شو راح أصير no i don't الفعل المصدري نفسه ما نضيف له ing ولا ed ولا s no i don't go to mall do you go to mall yes i go to mall yes i go to mall no i don't go to mall do you play football هل تلعب كرة القدم يلا حاولوها ببالكم شو نتحولون هلا إلى إثبات do تتحول إلى yes u تتحول إلى i do you yes i play football yes i play football do you play football yes i play football do you play football do you play football no i don't play football نفس الطريقة اللي قابلها تماماً نحل في الدون نخلنا مكان هنا لأنه فيه نحول the u إلى i no i no i i تأخذ don't play football play football do students students اسم جمع study english hall do students study english hall هل درسوا الطلاب جيداً نحذف الدون نخلنا مكان هنا yes هذفنا do خلينا مكان هنا yes نحذف الدون نخلي yes yes students study english hall نكتب الاسم كما هو نخليه كما هو بس نحذف الأذى السؤال نخلي النقطة بنا فيه نحذف الدون نخليش أنه no no students يبقى الاسم نفسه don't بما أنه اسم جمع فنستخدم don't no students don't study english نقص الجمع بالطبعه ما مكتوب هذي يخص إذا كان عندنا مثلا you i they واسم جمع هذي الأمر ينطوق على هذي الفاعل فقط نفسنا قلنا لكم نحذف الدون ونخلي مكانها yes للإثبات و no للنفي وال you تتحول إلى i بالإثبات وبالنفي هذي الأمر ينطبق تماما على المتكلم أو الفاعل الجمع و كذلك they و you و we نحذف الدون نحولها لا yes بالإثبات و no بحالة النفي والإسمين كتب كما هو لناخذ أمثلة في حالة المفرد جيد حالة المفرد عندي he و she و it و اسم مفرد يعني عندي راح يكون الفاعل مفرد does he watch the tv لاحظوا هنا حالة بالمفرد نستخدم does للسؤال و بالجمع نستخدم do does he watch the tv does he watch the tv هل شاهد التلفاز أريد أن أثبت هذا الشي أقول نعم هو شاهد التلفاز وأريد أن في هذا الشي أقول هو ما شاهد التلفاز ما سوف نحول الجملة إلى أثبات بكل بساطة أحذف ال does يريد أن نكتب ياس هنا و لا نكتب لا يوجد مشكلة ما سوف يؤثر بالمعنى أو إلى كتب نياس سوف نصل إلى معنى بصورة سليمة أكثر does he ما سوف نحذف ال does ما سوف نحذف ال does بقالي بقالي بس he هي سوف تصدر الجملة هنا سوف تصدرت الجملة بما أنها تصدرت الجملة تحولت إلى cap 3 صارت لي الجملة صارت لي he watch أنا ما سير أقول he watch لا بد أن أضيف لأس الشخص الثالث ليش لأنه عدي هنا مفرد فس راح تصبح الجملة he watch the TV سوف تخلصنا من عده does he watch the TV he watch the TV he watch the TV فقط بضطفنا لأس الشخص الثالث ليش لأن عندي مفرد بنا في كذلك أحذف ال does وكتب ال he راح تصدر الكلام تتحول لها كبتل لتر لكن بنا في نستخدم doesn't مو don't doesn't he doesn't watch the TV نال فعل المصدري نخلي كما هو ليش لأن عندي بالنفين يستخدم فعل مصدري كما هو فقط في حالة الإثبات بالمفرد نستخدم أس الشخص الثالث هذا الأمر ينطبق على هذه الجملة تماما does he read the stories does he read the stories هل تقرأ القصص أحذف ال does راح لي الشي تتصدر الكلام من تصدر الكلام راح تتحول إلى كبتل لتر فقط نضيف أس الشخص الثالث لأن المتكلم مفرد راح تصبح الجملة she reads the stories يعني نعم هي تقرأ القصص إذا مثلا ما تقرأ القصص she doesn't read the stories she doesn't read the stories جايش شوفونا أس الشخص الثالث إن حفت ليش لأنه هنا بدنا في نحذف أس الشخص الثالث does أحمد write a lesson does أحمد write a lesson هل يكتب أحمد الدرس شون نحول الجملة إلى أثبات أحذف ال does راح يبقى لي بس أحمد أحمد اسم مفرد لازم أضيف هنا أس الشخص الثالث شين يتصبح الجملة أحمد writes a lesson بالنفيش أسوي أحذف ال does راح تصبح للجملة أحمد write a lesson لابد أنها أردن فيها ما راح تصبح الجملة أحمد doesn't write a lesson وضحت الفكرة عملية التحويل جدا بسيطة هذا مهم بالوزارة لأن يريدكم بالوزارة لا يريدكم تكتبون جملة يريدكم تحولون الجملة هذه الأمثلة الوزارية عينا يعني تجيكم هايش أمثلة وزارية تخص الأزمنة كلها I go to my school every day أذهب إلى مدرستي كل يوم عرفنا لا ترجعون لبداية المحاضرة قلت لكم دلائل الزمنية حتى نعرف زمن مضارع البسيط أحد الدلال الزمنية every day عرفناها زمن المضارع البسيطة جيد خلتشوف شيريد ما عندي negative نفي يشون أنفي هاي الجملة بما أنه عندي I يشون أحولها لا نفي بس أخليلها don't ما أخليلها doesn't لأن المتكلم جمع شو راح تصير الجملة I don't go to my school every day يعني أنني لا أذهب إلى مدرستي كل يوم فقط يعني أن هذا فقط استخدام أو كتابة don't راح تحصل على درجتين من درجتين هذا يوضح بين سهولة المادة she cooks be the wall she cooks be the wall negative حالة النفي بس حسنا أجي كطالب ما أعرف هاي الجملة بها زمن حتى تدحولها لا نفي لأن عندي هواي أزمة بالكتاب أجي هنا أشوف الفعل الرئيسي ما أخذ أس الشخص الثالث بها زمن الفعل الرئيسي أس الشخص الثالث جيد بزمن المضارع إذن هاي الجملة بزمن المضارع البسيط لأن هنا ما عندي دليل زمني عرفته من خلال أس الشخص الثالث التي تستخدم فقط في زمن المضارع البسيط ما أحول الجملة إلينا فيه؟ جيد عندي doesn't وعندي don't doesn't تستخدم مع المفرد و don't تستخدم مع الجمع شني عندي هنا مفرد لو جمع؟ شي هي مفرد فأستخدم لها doesn't ش رح تصبح الجملة؟ she doesn't cook بزول هنا بقعد عندنا أشكالية هو أس الشخص الثالث بما استخدمنا doesn't لابد أن نحذف أس الشخص الثالث سؤال سؤال my father tells me my father tells me أبي حدثني my father tells me سؤال لأن نجي معرف فيها زمن هذه يجب أن يدأس الشخص الثالث مضارع بعد ما ندخبط جملة ماذا نحول إلى سؤال؟ أجي إلى المتحدث لدينا نحول الجملة إلى سؤال لدينا do لدينا does نجي من نجي من بداية الجملة حتى نحول الجملة إلى سؤال لكن استخدامه يحتمد على المتحدث my father مفرد my father مفرد إذن ما نستخدم له does does ما سوف تصبح الجملة does my father tell me الآن الشخص الثالث تحلف قلنا بالسؤال بالسؤال والنكاتف النفي سوف تصبح الجملة does my father tell me خمسة they drank milk every morning they drank milk every morning هوم 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 الفعل بين قوسيا خشوشين هاذ الفعلي لا جال بين قوسيا شريد من عندي شا سويلي I milk every morning correct مدام كلمة correct يعني affirmative يريد حادث الإثبات ما يجيب كلمة affirmative نفسه يجيبها بصيخة correct خلنا جي الزمن الجملة يا زمن every morning every morning زمن مضارع بسيط يقل لي كرك أصحح من صحح هذا الفعل بين الأقواس كرك صحح هذا الفعل إدراك معناته شربه بالماضي تناوله وأنا عند الجملة مضارع وأنا عند الجملة مضارع فما رح يتناسب المعنى فلازم أن نحول هذا الفعل الرجع شنو إلى صيغة المصدرية فراح تصبح الجملة they drink a milk every day يتناولون الحليب كل يوم علي بلاي ميوزيك وال علي بلاي ميوزيك وال correct correct صح كذلك حالة الإثبات لكن خلنا جي زمن الجملة زمن الجملة ليس هناك دليل للماضي ولا دليل للمضارع العفو ليس هناك دليل للماضي ولا دليل للمستقبل إذن الجملة في زمن المضارع البسيط يعني إذا ما شفنا دليل للمستقبل ودليل للماضي ودليل التام اللي عادة ما تكون ياخذ ظروف الماضي فالجملة في زمن المضارع بلاي علي اسم مفرد قلنا بالمفرد ما ياخذ الفعل؟ يبقى مصدري لو ياخذ أس الشخص الثالث إذا ترجعون للملاحظات قلنا في حالة الإثبات إذا كان المتحدث إذا كان المتحدث جمع نستخدم فعل مصدري أما إذا كان مفرد فالفعل يجب أن ياخذ أس الشخص الثالث هنا فقط نضيف أس الشخص الثالث للفعل يصير علي بلايز ميوزيك وال وهنا ننتهي من نهاية هذا الدرس أعرف أنه شوية الدرس طال لكن زمن مهم نستخدمه كثيرا بالحياة اليومية لذلك أنا شوية اتعمقت به راح يفيدكم كطالب الثالث رابع خامس سادس حتى إلى الله سهلكم ورحتوا كلية كذلك راح تستخدمونه هواي زمن يستخدم بالحياة اليومية جدا هواي عليكم أنه بس تميزون بين حالة السؤال وحالة الإثبات بالإضافة إلى حالة النفي ملاحظات بسيطة وطبقوا خلوا لكم جمل جمل هسا شون هاي لم تلو وزاري وطبقوا خلوا هايش جمل وحاولوا شون تحلوها وزاري خلوا لكم هايش أسئلة اللي هي قريبة على الوزاري وحاولوا أنتم تقعدون حتى لو تحلو الخطأ ترجعون للملاحظات يشوفون الحلمالكم وين الخطأ إذا وقعتوا بالخطأ وبعدين صححتوا بعد ما راح تنسون تماما نهاية هذه المحاضرة راح أنزلكم أهم الملاحظات أهم هذين الملاحظات أنزلها في برنامج التلقام بالإضافة لا تنسون أن تدعمونا بنشر هذا العمل للزملة والأصدقاء وشكرا جزيلا للمشاهدة ودرسوا جيدا مادة اللغة الإنجليزية مادة جدا سهلة إن شاء الله تكون لكم الحافظ حتى تبدعون بهذا التخصص وبهذه المادة اللغة الإنجليزية بالرابع والخامس وصولا إلى السادس ومن ثم الكلية لأن أنا بدأ أحبي اللغة الإنجليزية بالحقيقة من الرابع الإعدادي شكرا جزيلا باي شكرا جزيلا